السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية اليوم إن شاء الله جئتكم بدرس رائع جداً حول أهم الأسئلة الشائعة باللغة الإسبانية والتي تتكرر يومياً مع الأجوبة المحتملة هذه الأسئلة والأجوبة ستساعدك كثيراً في تعلم اللغة الإسبانية في وقت وجيز إن شاء الله حيث أنها تحتوي على مجموعة من الكلمات والعبارات التي نستعملها بشكل يومي كذلك ستتعلم كيف تطرح السؤال كما يطرحونه الإسبان وفي نفس الوقت ستتعرف على الإجابة المحتملة وكما أقول دائماً قم بالاستماع جيداً لهذه الأسئلة وحاول أن تكررها بشكل مستمر حتى تحفظها بشكل جيد وسيكون أفضل إن قمت بممارستها مع شخص آخر يعني أنت تقول السؤال وهو يقول الجواب والعكس كذلك حتى يكون هناك نوع من التفاعل بينكما وتكون الوضعية كأنها حقيقية إذن قبل أن نبدأ إذا كنت مهتم بتعلم اللغة الإسبانية بطريقة سهلة وبسيطة وفي أسرع الوقت قم بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو إذن أصدقائي لنبدأ الدرس الآن إذن إذا أردت أن أسأل شخصاً وأقول له ماذا ستفعل غداً؟ بالدرجة شنو غدي الدرجة؟ أقول إذن ممكن أن أجيب وأقول غداً لن أعمل أو لن أعمل غداً أو غداً ليس لدي عمل لذا فسأبقى في البيت بالدرجة غداً مخدامش يعني غنقى غفضار سأقول وإذا أردت أن أسأل شخصاً وأقول له متى يمكنني أن أتصلا بك بالدرجة فوقش نقدر نعيط لك أقول أو ممكن أن نقول كواندو تبويدو يامر كواندو تبويدو يامر كواندو تبويدو يامر ممكن أن تجيب وأتقول إذن تصل بي في المساء على ساعة الخامسة تقريباً بالدرجة أعيط لفلشية معدك الخامسة بحالحكك أقول يامر على ساعة الخامسة بحالحكك وإذا أردت أن أسأل وأقول هل انتهيت درجة واش سلتي أقول أسترمنado يا أسترمنado يا أسترمنado يا أسترمنado يا أسترمنado يا أسترمنado يا ممكن أن تجيب وتقول لا ليس بعد بقي لي القليل بالدرجة لا مزال بقي لي شوية أقول وإذا أردت أن أسأل وأقول هل تمزحوا معي بالدريجة وشكتحك ليا أقول ميستس tomando el pelo 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 ممكن أن تجيب واتقول كلا أنا أتكلم بجد بالدريجة أشمن أنا لا تنظر بالمقول أو أنا لا تنظر بالصح تقول كي با؟ estoy hablando en serio 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 وإذا أردت أن تسأل وتقول هل أنت مستاجل؟ سي تنغو كيير أكمبرار بان 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 وإذا أردت أن تسأل شخصا وتقول له هل تحتاج شيئا آخر بالدريجة واش خصك شي حاجة أخرى تقول Necesitas algo más 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 ممكن أن تجيب وتقول لا لا شيء في الوقت الحالي شكرا بالدريجة لا مخصنوال دبا شكرا تقول No, de momento nada gracias 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 No, de momento nada No, de momento nada gracias وإذا أردت أن تترح السؤال على شخص ما وتقول له هل رأيت مفاتيحی في مكان ما؟ بدر جا وشفتی سورولوف شبل سا تقول هل رأيت مفاتيحی في مكان ما؟ هل رأيت مفاتيحی في مكان ما؟ يمكن أن تجيب و تقول أظن أنها توجد فوق الثلاجة بالدريجة وقلا راكين فوق الثلاجة أقول وإذا أردت أن تسأل و تقول كيف تشعر الآن بالدريجة كيف تحس دبا أو كيف راك دبا تقول كم تسين تسعر 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 ممكن أن تجيب و تقول لقد تحسنت قليلا الآن بالدريجة أراني بخير شوية دبا تقول وإذا أردت أن تسأل و تقول في أي منطقة تسكن بالدريجة أشمن جهة كتسكن أو أشمن بلاسة كتسكن تقول يمكن أن تجيب و تقول أسكن في وسط المدينة بالدريجة كنسكن في سونتر أو في وسط المدينة تقول وإذا أردت أن تسأل شخصا و تقول هل تنتظر أحدا الدريجة و أشكت سناشي واحد تقول ممكن أن تجيب و تقول لا لا أنتظر أحدا بالدريجة لا مكن سنحتشي واحد تقول إذا أصدقائي كما عودتكم في آخر الدرس أعطيكم بعض الجمل أو الأسئلة للممارسة اكتب إجابتك في تعليق باللغة العربية و سأرى هل إجابتك صحيحة أم لا وإن كان فيها أي خطأ فسأصححه لك بهذه الطريقة التفاعلية ستتعلم أكثر لأنك عندما تكتب تتعلم أحسن و يترسخ ذلك في ذهنك ولا يمكنك أن تنساه إذن أصدقائي السؤال الأول هو مي بويدس إكس بيكار إيسو مي بويدس إكس بيكار إيسو والسؤال الثاني هو والسؤال الثالث هو والسؤال الرابع هو كون كين باس كون كين باس كون كين باس إذن أصدقائي لقد وصلنا إلى آخر الدرس إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى تصلكم جميع الدرس إذن إلى درس قادم استودعكم الله و إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر